في اطار متابعة قوات انفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الارهابية بشمال سينا تم اكتشاف بؤرة ارهابية يتحصن بها بعض العناصر الارهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها ونتيجة لمبادرة العناصر الارهابية باطلاق النيران على قوات انفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها اصفرت اعمال المداهمة الناجحة عن مقتل عشرة افراد من العناصر الارهابية شديد الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من الاسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والاحزمة الناسفة والقواذف والدانات وكميات من مادة TNT شديدة لانفجار وعدد من الاجهزة اللاسلكية وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة هي لهم كما تم القبض على احد العناصر الارهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب حيث ضبط معه بندقية آلية وعدد اتنين خزنة وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على انهم ماضون بكل عزيمة واسرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الارهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر موسيقى